اشتركوا في القناة اول حاجة درتها درت الماء يغلى من بعد ما يغلى سنضر فيه شوية ديال الملح ونضر فيه سباكيتي ونخليها الطيب في هذا الوقت في اللي قطي فيه سباكيتي هادي ناخد الكفتة نزيد عليها شوية ديال البصلة الليش اللطها رقيقة وماديش نضر الكيمية كاملة اللي عندي هادي نحتفظ به ما زال غا نحتاجوا وهنا عندي التوم والمعدنوس حتى هما ماديش نضير منهم كل شي هنضير شوية وشوية هادي نخليه باش نزيدوا مع سباكيتي هادي نحتفظ بهذا الكيمية هادي قدرت شوية ديال الملح غادي نزيد عليه شوية ديال قصبر حبوب مطحون غادي نزيد عليها شوية ديال كمون تقريبا نص مالقة كبيرة غادي نزيد عليهم نص مالقام ها التوابل ها التوابل عندي مخلط فيهم الهريسة بصلة مجفافة ليبزار لبيض وشوية ديال فلفل احمر كما كتشوفو درت نص مالقة غادي نخلط هادي المكونات مزيان مع الكفتة غادي نخلط هادي المكونات مزيان مع الكفتة نشكل منهم كوائرات تنكمل كامل كمية اللي عندي بعد ما كملتها، ندوسها لكي نبدأ نطيف فيه هنا اختيت المقلة اللي غادي نطيف فيها ترتفع فوق البوطة تسخن استعليها تلاسات المعالك كبار ديال زيت نباتية وغادي نبدأ ندير في هاد الكوائرات ديال الكفتة نديرهم كاملين نقص عليهم البوطة ونخليهم يطعبوا نديرهم كاملين بعد ما بدك يدخلهم طيب نقص عليهم البوطة ونخليهم يطيبوا على نار مهيلة في هاد الوقت اللي غادي تكون طيب فيه الكفتة غادي نمشي باش نوجد الخضر اللي غادي نزيدها على سباكيتي اختيت هنا حبة ديال خيزو حكيتها بهذه الشكل وحبة ديال القرعة مع دنوس مع التومة وشوية ديال البصلة هادو اللي كانوا بقاولية في اللول وقد تبقى الكيمية لحسب نتوم مشنو عدد الاشخاص اللي عندكم هنا في مقلة درتها تسخون نضر عليها هاد البصلة وغادي نزيد عليها زوج مع عالك كبار ديال زيت النباتية اختيتها 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 من بعد ما تشحرت هاد البصلة غادي نزيد عليها خيزو والقرعة نخلطهم مزيان ونزيد عليهم شوية ديال الملح ونخليهم حتى هوا ما يتشحروا اختيتها ونزيد عليهم المعدنوس والتومة ونزيد عليهم المعدنوس والتومة نخلط هات العناصر مزيان نقص عليهم البوطة ونخليهم يطيبوا هنا الكفتة عندي طابت غادي نحيدها هون نغطيها بش ما تبرتش وفي بلاستها غادي ما غضيش نطفي البوطة ونخلي هاد المقلة غادي نحط في هالخضرة اللي شحرتها كما كتشوفو هنا هالخضرة طابت وغادي نزيد عليها سباكيتة هي كانت عندي طابت حيت لها المدية لها خليتها تسقطرات غادي نزيدها فوق هاد الخضر وغادي نزيدها فوق هاد الخضر نخلط هاد الخضر مع سباكيتة هي مزيان ثم نضيف مرشة الملح ثم نضيف الفلفل الأسود تقريبا راس الملقة ثم نضيف مرشة الأولى نضيف العناصر نضيف المقلع نضيف المقلع وهذه هي سباكيتي والكفتة بعد ما وجده حطيتهم في طبق التقديم كيجيو رائع في المداق وسهلين في التحضير كما قلت لكم عشر دقائق يعني في الوقت اللي الطيب فيه سباكيتي عدي توجدي فيه الكفتة وتوجدي الخضرة كيجيو سهلين صارحة ضغيكي وجده ورائع في المداق نتمنى تجربوه ونالوا إعجابكم ومع السلامة إلى الفيديو المقبل إن شاء الله